موسيقى كانت وإسلاماه صيحة عز ملأ صداها ما بين لابتي سهل عين جالوت المنبسط متوسطا بين نابلس وبيسان صوت صادخ وعده لاكرة الزمان والمكان قبل أن يسكن واعية الإنسان أما مصدر الصوت فكان بقية ملك مضاع لم يحافظ عليه أصحابه فوجد الماردة تاري بانتظاره فطواه في أملاك دولته الوحشية بين قسوة القوة وقوة القسوة على بعد ما بين اجدياح دولة خوارزم وسقوط بغداد كان القدر يعد بقية ذلك الملك الخوارزمي المؤثل للأخذ بالسأر بعدما اتسعت مساحة الفداحة تبعا لمطاق جرائم الوحشية التتارية التي أصبحت مواجهة خطرها قضية رأي إنساني عام وعنوان مرحلية إسلامية عريضة بعد استباحة عاصمة الخلافة وهنا أخذ راية المبادرة باليمين سلطان مصر المظفر سيف الدين قطز لم يعزب عن قطز دور الضربة الاستباقية في ترجيح كفة الجيش المبادر كما لم يكن له أن ينسى عامل اختيار ساعة الصفر وموقع الجلاد الذين حافظ تحديدهما بعيدا عن متناول عيون عدوه المستدرج الذي أسكرته نشوة الكبرياء وأخذته العزة بالإثم قبل أن تنبهه حمحمات الخيل وتكبيرات الرجل التي ملأت أرجاء المكان وسكنت حافظة الزمان وبينما كانت أصداء ضربة عين جالوت تفعل فعلها في إمبراطورية الخاقان جانكيز خان كان القدر ينسج لبطال المعركة قطز نهاية درامية دامية مفصلة على مقاس قاس فودع حلبة الحياة ولما يتصفح وارد بريد التهنئة الرسمي ويطأ بساطة الاستقلال البرتكولي الأحمر بالقاهرة شأنه شأن بطل عظيم يصنع النصر ولا يتسول التصفيق ترجمة نانسي قنقر